النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف المؤمنين دي اللي هيروحوا فين يعني هيعيش في الدنيا ازاي يعني دربت لحضرتك امثلة ببعض اي الزكر الحكيم قلنا انه من اعظم النعم وهي نعمة الهداية ربنا قال انه بيهدي المؤمنين من اعظم النعم وهي نعمة التثبيت ان ربنا يثبتك قال يثبت الله الذين امنوا دنيا واخرى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة من اعظم النعم ان ربنا يضع لك القبول في الارض قال ده بتاع المؤمنين من اعظم النعم ان ربنا يمنع عليك بصلاح البال ده برضو للمؤمنين من اعظم النعم انك تحيا في الدنيا حياة طيبة قبل الاخرة لسه الاخرة لالاخرة بجمالها ده للمؤمنين من أعظم النعم وأكبر النعم اللي هي حتى أكبر من الجنة أكبر من الجنة إيه اللي أكبر من الجنة رضا ربنا رضا ربنا يقول ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة نفسها وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم بالكلمة عن الجنة هو قال ورضوان من الله أكبر ده اللي أكبر من الجنة رضا ربنا ربنا وعد المؤمنين بالرضوان والرضوان هو الرضا الكثير الدائم على طول مستمر الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير كل ده للمؤمنين تعالوا بقى ناخد مثال بسيط أوي ومنه ننطلق بمشيئة الله تبارك تعالى في هذا الملف الرائع الإيمان اللي في القرآن وبعد كده هنتكلم برضو عن الفي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما القرآن بيّن صفات المؤمنين وبيّن حقيقة الإيمان وبيّن ثمرات الإيمان فالنبي برضو عمل كده الله ما صلي عليه يعني هديك مثال لا يؤمنوا أحدكم النبي قال كده الله ما صلي عليه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس طب أنا بحب لحضرتك اللي بحب لنفسي يعني أنا بحب لك لحضرتك اللي أنا بحب لنفسي ما هو لو أنا ما بعملش كده بإيمان لم يتحقق لا يؤمنوا أحدكم لازم الإيمان يتحقق عشان ناخد الخيرات والمنح عشان تنالي الولاية من ربنا وما أدراكم ما الولاية الله وليّ الذين آمنوا فلازم بأمنوا الذين آمنوا عشان تنالي البشارة ده احنا بنقول له يا رب بشرنا بما يصرنا وادفع عنا ما يضرنا قال لك وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ربنا بيبشر المؤمنين الخيرات كلها هتمشي في القرآن كده لا الذين آمنوا الذين آمنوا عايز أقول لحضرتكم بقى مثال من الإيمان الحق من كلامي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن اسمحوا لنا أن يكون